خمس سنوات منذ رفع الرئيس هادي هذه الوثيقة أو ما بات يعرف بمخرجات الحوار الوطني كان مقرراً لتلك المخرجات أن تمثل خلاصة اليمن المتخيل ولو بالحد الأدنى وأن يمضي تنفيذ هذه المخرجات لترى النور على امتداد الخارطة الوطنية لكن شيئاً من ذلك لم يحدث جاء انقلاب الحوثي وصالح وكان أحد شعاراته تطبيق مخرجات الحوار الوطني إلا أنه كان في الحقيقة انقلاباً على تلك المخرجات كما كان انقلاباً على الجمهورية وإسقاطاً للدولة وجر البلاد إلى حرب شاملة بعد أربع سنوات من انقلاب والحرب التي أخذت طابعاً إقليمياً ودولياً واسعاً يبرز السؤال الآن ما هو موقع مخرجات الحوار؟ وهل لتزال تمثل طوق نجاة لليمنيين بعد كل هذه المستجدات؟ يعيش اليمنيون اليوم تهديداً وجودياً لدولتهم وكيانهم الوطني برمته في ظل تراخ شرعية الرئيس هادي وتسليمه البلد المحرر للرياضي وأبوظوي فضلاً عن تمكين الانقلابيين أنفسهم من المناطق المسيطرين عليها وتعزيز حضورهم فيها فكرياً وثقافياً وعسكرياً حيث لم يبقى لليمنيين لا مخرجات حوار ولا دولة موحدة إذا ما استمر الرأس الشرعية بهذا الأداء الباهت يقول البعض إن المتغيرات الكبيرة والجذرية التي شهدتها البلاد منذ عام 2014 وبروز قوى جديدة يجعل من الضروري إعادة النظر في تلك المخرجات لتستوعب تطلعات هذه القوة فيما يرى آخرون أن تلك المخرجات لا تزال تمثل المخرج الوحيد الآمن لليمن واليمنيين في 2015 استحدث الرئيس هادي وزارة خاصة بمخرجات الحوار الوطني لكنها لم تزد على تنظيم فعاليات موسمية في عدن وتكليف الخزينة العامة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة فهل هذه هي كل ما بقي من ذلك الإنجاز الذي استغرق من اليمنيين نحو عام من الزمن؟